موسيقى احيانا البلاي ستور لما بتيجي تعمل عليه كونكت ما بيرداش ان هو يعمل كونكت بالانترنت وده بيكون لعيب او مشكلة في ملف الهوستس في الدرس السابق شرحنا ازاي نحل المشكلة دي عن طريق تعديل ملف الهوستس ومسح بعض السطور فيه لكني لاحظت ان بعض الناس ما بتقدرش ان هي تدخل على الفايل ده او الفايل ساعات ما بيكونش موجود عندهم او مش بيعرفوا ازاي يعملوا تعديل فيه النهاردة جايبين طريقة اسهل وهي عن طريق برنامج اسمه برنامج هوستس اديتور طبعا في حالة لو كان البلاي ستور عندك متعطل او ما بيدرش ان هو يدخل على الانترنت هتستخدم ستور تاني اسمه بلاك مارت وده شرحناه برضو في واحد من الفيديوهات قبل كده وهو نوع من انواع البرامج اللي بيخليك تقدر ان انت تعمل ستوب للبرامج المجانية او البرامج المدفوعة بفلوس بشكل مجاني هندخل على البلاك مارت وهنكتب هوستس اديتور واول ما الهوستس اديتور يكون متسطب على الجهاز هبدأ ادخل على البرنامج هنلاحظ ان في كذا سطر احيانا بيكونوا سطرين احيانا بيكونوا اكتر من سطر المهم عندي ان انا اخلي السطر بتاع اللوكال هوست بدون ملغيه الغي اي سطور تانية ايا كان عددها ما عدا السطر بتاع اللوكال هوست اللي هو بيبدأ بوان تو سيفن بوينت زيرو بوينت زيرو بوينت وان السطر ده لازم اخليه موجود على طول وما لغهوش ابدا لان انا لو لغيته هفقد القدرة على الاتصال بالانترنت نهائيا من على البلاي ستور كل اللي انا هعمله هعمل علامة صح على كل السطور الموجودة وهدوس على دليت هرجع تاني للبلاي ستور هلاقي شغال بمنتهى الكفاءة ومتصل بالانترنت وساعتها اقدر اعمل داونلود للبرامج اللي انا عايز اسطبها على جهازي وكده يكون درسنا النهاردة انتهى شكرا اقابلكم قريب في درس جديد السلام عليكم